في الوقت الذي كان يزور فيه الامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي ماتياس كورمان كييف ليبعث برسالة الطمأنة لرئيس الاوكراني فولودمير زينينسكي الذي ما زال يبحث عن دبابات تصد الهجوم الكاسح للقوات الروسية على عدة محاور تبدو مدينة باخموت الاستراتيجية على وشك السقوط بيد الروس المعارك الدامية في المدينة المحاصرة بنيران القوات الروسية منذ ايام جعلت زينينسكي يخرج عن صمته مطالبا بما وعد به من دبابات قيل انها فخر الصناعات الامريكية والالمانية وقادرة على ردع القوات المهاجمة في طوبغرافية اوكرانيا التي باتت كتابا مفتوحا للروس في رسالته المصورة المسائية اليومية قال زينينسكي ان اكبر المصاعب التي تواجه قواته في باخموت هي تصميم موسكو على الاستلاء على المدينة ما يجعلها تدفع بما لا يحصى من الرجال لاسقاطها فيما يرى المراقبون ان حديث زينينسكي متأخر فالواقع على الارض يشي بان المدينة شبه ساقطة والامر مسألة وقت ليس الا ازمة زينينسكي الحقيقية امام شعبه ليس في سقوط المدينة بل ازمته الاكبر في حلفائه الذين لطالما وعدوه بالسمن والعسل ولم يرى منهم الا الفتات اذ بدأت الاصوات تتعالى بان التحريض الغربية اوقع اوكرانيا في الفخ القاتل في ظل حجج مواجهة القادة الغربيين مقاومة غير متوقعة داخل تحالفاتهم السياسية في بلدانهم في دعمهم لاوكرانيا زينينسكي الذي كان يتمنع عن الذهاب الى طاولة المفاوضات في اسطنبول والجلوس مع بوتن ويرفض الان الخطة الصينية المقترحة للسلام الذي قد يقبل به مرغما تحت وطأة هذه الضغوط التي يواجهها على الارض من القوات الروسية وفي الفضاء الدبلوماسي بالخذلان الغربي لكن الامر بات ابعد من ان تكون اوكرانيا طبق مقبلات للدب الروسي ليلتهم طبق دول البلقان بعدها الازمة الحقيقية لدى الغرب ولسيما امريكا ان الحرب في اوكرانيا قد تؤسس لنظام يعيد العالم لحقبة الثنائية القطبية ومن ثم يعيده للحرب الباردة من جريد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر